اهلا بحضراتكم بعد الفاصل انا قعد معاك بتفكرني بالزمن الجميل وعملت تفتكر حاجات وانا عمالة تترجع بينا بالذاكرة ربنا يديك العمر والسعر انا خليك دوكتر طيب انت كنت متقلق في نادي المقاولين العرب كنت تالت هدفين الدور العام الكرسة للدنيا ومنتخب مصر ووي ووي فاجأة مرة واحدة حصل اش اقول لها بقى توقف حصل يعزنا بتقول ايه اتهدي المعبد باللي فيه بعد ما كنت انت حاس بتقلقك وماشي وكلام لكله جي مدرب مايكل ايفرد لا انت قابله بلعه ولا هو بلعك ايه اللي حصل لا هو في الحقيقة هو مدرب قويس لكن كان بيتعامل مع اللعيبة معاملة سيئة جدا بعجرفها شوية اه تعجرف وبعدين كان بيطلب مني حاجات انا مقدرش اعملها كابتل مصطفى لا يا بنت انا راس حربة اه الكرة مع الباك يمين امشي كده ام عشان الباك يلعب يلعبها لا تيجي قطع من هنا عشان تروح الكرة الباك شمال معاك كرة اه اروح شمال في البوكس ايريا اللي انت بتلعب فيه اه فدي كانت عملية انا ما كنتش مبسوط منها ام ليه بارف تقلم نفسك معايا بعمل مجهود كبير اه في حاجة غير مهمة اه لكن ليه تحرقات انا اه احسن من دي ام فقلتلو قلتلو مستر مايكل انت رابط الفرقة كلها ام باداء واحد ام الباك يلعب للرأس الحربة يستلم كرة الانجليزي العالية دي اه قلتلو انا مش مرتاح لدي ام قال لي انت العب على كيفك كده انت وعبد الرزاق كريم اه بس العبوا على كيفكم لكن الباك يمين لازم اجبرو يعملوا الكرة قدام عشان الكرة ما تتقطعش منه تيجي فيها جول اه واخد بالك هو عوض يبعدو الكرة عن 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 نص ملعب بتاع نص ملعب اه اه قال لي انا حريص ان انا بعيدو الكرة بس على حساب ايه بقى على حساب انك ممكن مجيبوش جوال انتو بالزبط اه ومجهود كبير بعملو طبعا وطولو رايح جاي رايح جاي انا ما ادارش على كده اوه فقال لي انت ممكن تلعب على مزاجك انتو عبد الرزاق كريم لكن بقيت التيم لازم اربطه بحاجة معينة اللي هو الطريقة الدفاعية بالزبط حتى حصل له اصابة اوه راح الزمالك مزبور مروح الزمالك بعد الاهلي وراح الاهلي حصل نفس المشكلة دي بالزبط النادي الاهلي كان بيعاني في الفترة اللي كان موجود وما يحبش النجوم ما هي دي 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 كانت لقطة كبيرة قوي ايوا يعني هو في النادي الزمالك لما راح مسك ناس الزمالك كان عاوز يبطل ناس كتيرة جدا برايم يوسف اه وهو يحب اللعب الصغار اللي بتجري كتير اه وخلص على مجد شلبي اتعور وعندنا زمزم اتعور ونبيل عمار وجمال سالم طيب يعني انت متأخلمتش معاه اه ايه اللي حصل بقى انك سبت المقاولين العرب وروحت الاسماعيل انا ما كانش قدامي حل الا اللي اسماعيك انت بالمسؤولين في نادي مقاولين العرب ما تكلموش معك وهم الاسماعيل وهم الاسماعيل انا معاك بس هما ايه ملايقات بقى انت زهيد هما بعون انا اه مشتروا مايكل كيفر اه لغاية ما نزلهم درجة تانية اه يعني نزل الفرقة درجة تانية ومشي اخلص على اللعيبة نعم بيتعامل معاك ليقا بدانية عالية جدا 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 احنا مش متعاوضين على كده لا هو طبيعة اللعب المصري ان التكوين الجثماني بتاعه مايقدارش على اليقا البدانية العالية الا اذا كنعاوز تعاوض وانت في اللعي تعاوضوا احنا زي حضرتك كابتن اه في فرنسا بيعملوا ايه اه بياخدوا الولد اتناشر سنة ويدخلوه مركز تابع الاتحاد الكرة الانجليزي ويدولوا مبادئ الاحتراف هم ينشئوا اللاعب على ان هو حيبقى لاعب محترف في اول حاجة الفكر هم يغيروا فكر الولد طبعا من هاوي لمحترف ما هو دلوقتي ما فيش حاجة اسمها هواه ها خلاص الدنيا كلها احترفوا كل شيء بالضبط بيعوضوا الولد وبيدولوا الحاجات اللي بتؤهله ان يبقى لاعب محترف باريس سنجرماني يشتري خمس لعيبة يلموا من باريس عشرين لاعب موهوبين ويزودوهم ويزودوهم ويديهم كشف طبي ويديهم دروس الأكاديميات دي ويقعدوهم في مركز كريرس ما هي دي أكاديميات هم بيعملوها ستاشر ملعب رسم في جنينة كبيرة وياخدو الولد من اتناشر سنة يسبوه عنده ستاشر سنة يبقى نصه محترف بيتعلم كل أساسيات كرة القدم في كل شيء بالضبط اي حاجة نصر لا وشوف الملعب عاملة ازاي ستاشر ملعب اكتا طيب لانت لما كنت في المولين زعلت لما مشيت من المولين؟ انا زعلت لان المسؤولين في المولين العرب ضحوا بي ضحوا بيك عشان يرضوا لاني حصل لي ايه بقى كنت في كودوفوار كنا عاديين في الفندق هنا وضع الشبابيك وبتاع كده في الفندق نموسة جات قرصتني الناموسة دي شاي لا فيروس الفيروس مالاريا التهاب كابديوباي قرصت مارادونا وجات قرصتنا انا كمان بساحل العاج اه قعدت سبع شهور في المستشفى يا كابتل مصطفى حضرتك جيتني ايو ايو انا فاكر انا فاكر واحنا كمان كنا كنا بنتا انتا مكنش متطبق ما اطعمتش هنا قبل ما تسافر بالضبط انتو كان بطولات افريقيا انتو لعبتو اخدتو تلت بطولات افريقيا فكنا بنتطعم قبل ما نطلع من هنا بالضبط انا جال التهاب كابديوباي فقعدت سبع شهور في المستشفى فمايكل ايفرت اقنع المسؤولين في المقاولين اللي مش عايزوا ان دا مش هيلعب كرة تاني فما كانش قدامي الا تروح الاسماعيل اه عن طريق معلم عصمان احمد عصمان لو كان طلب منك سواء اهلي او زملك انك تروح كنت هتروح تروح طبعا بس كنت فريه بقى انت خلاص ولا كان المقاولين اللي لازم يوديك المقاولين بقى المقاولين بقى من المقاولين جابولي استمارة بالليل الاسماعيلي روحت ماضي مخدتش حاجة كان عصمان بيه وعدني و نعم عصدش طب انت كتجربتك في نادي المقاولين العرب كنت تتمنى انك تكمل النجاح اللي انت بدأت في المقاولين العرب ولا انت مجوباك زعلت وقلت طب نادي المقاولين ليه عمل معايا كده مكني سيبني اكمل هنا زعلت زعلت طيب لما روحت لاسماعيلي كنت بتلعب بقى ابن حرارة عاوس تقول للنادي المقاولين ان انا هو لسه بلعب وعاوس تقول لي مايكل إيبرت بقى انا كنت احق من كلامه ما انا لعبت ضد المقاولين ايوه جولي وكان صديقي اه وحيد مراد اه وطبعا جابلت سالم حبيبي واش شين يقول عبودة وكلهم ام فأنا اليوم ده يا كابتن مصطفى انا كان عبودة انت في اسماعيلي بقى كابتن أنوس ايه ده اه لا 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 المهم روحت والجماهير قابلتني كويس قوي فبدأت ايه اتمرن ام وعندي الحتة اللي حضرتها قلتلي عليها ان انا تحدي وبتاعه اه طبعا بحاجة اسمها بنحرارة بالضبط يعني عاوز اقولهم يعني انت عاوز تقولهم ان انا هو لسه موجود وان الراجل مايكل إيبر ده كلامه مش مزبوط اه انا وانا في قط اللبسة كابتن انا كان عندي جزمة اه لابلطة ده قديرس كتاول ما طلعب لابلطة دي اه الطرية الحلمة اه اه انا مش كيف ان انا ايه قدهن الجزمة اليوم ده داخل علي وحيد مراد الا انا حلعب عليك قطل له ليه يا وحيد وحيد صحبي ايو 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 اه قطل له ليه يا وحيد ده انا اول مرة لمع الجزمة